احد الاخوة المتدربين يسأل كيف نستطيع عمل استمارة الكترونية في برنامج وورد وما سبل الحماية من التلاعب بمكوناتها الاساسية الجواب هو اولا يجب اظهار نافذة المطور اللي من خلالها نقدر انضيف الاكواد والازرار البرمجية طبعا حتى نضيف هذه القائمة نروح على ملف بعدها خيارات ومن ثم تخصيص الشريط ومن ثم نضع علامة صح امام كلمة المطور بعدين موافق نلاحظ انه قائمة المطور رح تظهر بها الاكواد البرمجية واللي من خلالها نقدر نعمل الازرار بلغة الـ Visual Basic طبعا الخطوة التالية هي كتابة المكونات الاساسية للاستمارة مثلا الاسم او ممكن يكون الاسم الثلاثي ومثلا المواليد بعد الجنس التحصيل العلمي طبعا نحاول انه نعمل التنسيقات الخاصة بالاستمارة الاساسية مثلا حجم الخاط 16 ممكن انه يكون العناوين تكون bold او ممكن نخليها بدون bold ما يكون مشكلة الخطوة التالية هي نضغط في المكان اللي يريد نضيف بيه حقل ملئ اليكتروني حقل تعبئة مثلا الاسم الثلاثي في هذا المكان بعدها نروح على المطور ومن خلال عناصر التحكم هذا الجزء نختار عنصر التحكم محتوى ناص عادي في هذا المكان وفي حال لو اردنا انه العنصر يكون حجمه اطول نروح من المطور ووضع التصميم ونضغط كليك بيه المكان نحاول بيه الاسبيس اطالة عرض الحقل بالنسبة للمواليد ايضا نفس الفكرة من المطور ونختار عنصر تحكم محتوى ناص عادي وايضا نقدر من خلال الاسبيس نضيف مسافة لاطالة عرض العنصر من الجنس نلاحظ ان الجنس بقائمة يعني اما يكون ذكري اما يكون انثى ويفضل هذه القائمة تكون منسدلة قائمة منسدلة وحتى نضيف قائمة منسدلة من اناصر التحكم نختار هذا الخيار اللي هو عنصر تحكم محتوى مربع تحرير وسرد بعدها بعد ما طلعنا هذا الخيار اللي هو اختيار عنصر حدد كليك بهذه القائمة ومن المطور خصائص نختار اختيار عنصر وازالة نحذف العنصر الموجود الاول ونضغط اضافة لكتب العناصر اللي يريدها تطلع داخل القائمة مثلا ذكر موافق واضافة اخرى مثلا انثى موافق وبعدين موافق نلاحظ انو انضافة عندنا هاي القائمة وحتى نتأكد نخرج من وضع التصميم ونضغط كليك على هذا الخيار ونختار اما ذكر اما انثى وطبعا في هذه الخيارات نقدر نكتب الكتابات اللي احنا نريدها ونقدر نكتب المواليد اللي احنا نريدها طبعا بعد ما ضفنا قائمة منسدلة للجنس نضيف قائمة منسدلة للتحصيل العلمي ممكن انو يكون اللون اسود ايضا هنا اللون يكون اسود ومن المطور مثل ما تعلمنا باناصر تحكم ونختار هذا الخيار اللي هو عنصر تحكم محتوى مربع تحرير وسرد ونروح على خصائص وازالة اختيار عنصر بعدين اضافة نخلي مثلا ابتدائية موافق اضافة متوسطة مثلا اعدادية دبلوم باكالوريوس ومثلا نختار ماجستير ودكتورا موافق موافق اذا لاحظ انو لما نختار نضغط على هذا الخيار حتى نختار احد هذه الفئات مثلا متوسطة رح تظهر مباشرة متوسطة باكالوريوس او دبلوم وهكذا طبعا وهكذا نكمل الاستمارة مثلا رقم الهاتف نلاحظ انو رقم الهاتف هو عبارة عن نصف اذا من المطور نختار هذا الشكل او هذا الخيار وهكذا نكمل الاستمارة الجزء الثاني من السؤال هو كيفية حماية هذه الاستمارة بحيث انو لما نخلي هذه الاستمارة برابط معين بحيث المستخدم اجبر ان يملي البيانات فقط وما يقدر يعدل على التصميم طبعا من قائمة ملف وحماية المستند وتقييد التحرير بعدها نضغط علامة صح على السماح بهذا النوع من التحرير فقط في المستند ومن هذه القائمة نختار تعبئة النماذج بعدها نعم ابدأ بفرض الحماية ونخلي الرقم السري الخاص بنا حتى نقدر نعدل على هذه الاستمارة في حال لو اردنا التعديل نعيد نفس الرقم للتأكيد بعدها موافق ومثل ما تلاحظون انو المستخدم لا يستطيع التعديل على هذه الاستمارة فقط يمكنه ملء البيانات ومثلا في هذا المكان يملأ البيانات فقط ومن هذا الخيار فقط ذكر او انتا يختار البيانات اشتركوا في القناة موسيقى